أسبوع الماضي أحبط الأردن مخططين لتهريب كميات ضخمة من أقراص الكيبتاجون المخدرة عبر أحد منافذه الحدودية في أكبر عملية أحباط لتهريب المخدرات تهربها شبكات مرتبطة بإيران تعمل في جنوب سوريا وبعد أن تساعدت عمليات تهريب الكيبتاجون غير الأردن قواعد الاشتباك على طول حدوده الشمالية مع سوريا خاصة بعد أن وصلت تلك العمليات إلى حد تهريب شحنات أسلحة وذخائر وفق بيانات رسمية يأتي تساعد تهريب المخدرات وسط اتهامات ترتبط بضعف السلطة في سوريا وبغطاء توفره شخصيات سورية وعلى رأسهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري تقارير بريطانية قالت إن قرابة 80% من إنتاج الكيبتاجون في العالم تصدر من سوريا فيما تحمل عمان من جهتها مسؤولية عمليات التهريب لميليشيات تدعمها قوى إقليمية في إشارة مبطنة إلى إيران وأخرا لجأ البلدان إلى تشكيل خلية اتصال لمراقبة وتتبع شحنات المخدرات من المنبع إلى المصب بعد أن نفذت طائرات أردنية سلسلة ضربات في الداخل السوري وما تبع ذلك من توتر ديبلوماسي بين البلدين فيما يعيد مراقبون تنامي المخاوف الأردنية إلى استخدام المهربين لأسليب جديدة ومتطورة كالبالونات الطائرة التي تحمل في جوفها كميات من المواد المخدرة إضافة إلى الطائرات المسيرة القادمة من سوريا ترجمة نانسي قنقر